أهلا بكم مشاهدين إلى حلقة جديدة من كشك الصحافة نبدأها بالعنوي من المشاهد شهادة أمام المحكمة كادت أن تكلف تاجر ملابس حياته ومن العرب الجديد مقتل وإصابة سبعة ألاف وخمسمائة طفل في اليمن خلال سنوات الصراع ومن الأخبار المنوعة رجل يربح آلاف الدولارات من قراءة رسائل الموت الأخيرة في جنازاتهم أهلا بكم أكثر من اكتوى بنار الحوثيين هم الأهالي في محافظة صعدة وسواء أكانوا ممن أيدوهم أو ممن وقفوا ضدهم فقد طال الجميع نار أشعلتها ميليشيا الحوثي وما تزال مستمرة ووفقا لموقع المصدر أونلاين صعدة موجة اختطافات للمدنيين في رازح بعد اندلاع مواجهات في منبه قالت مصادر محلية للمصدر أونلاين أن الحوثيين نفذوا حملة اختطاف طالت عشرات المواطنين في مدرية رازح التابعة لمحافظة صعدة والواقع قرب الحدود السعودية وبحسب المصادر فإن الحوثيين داهموا عشرات المنازل في منطقة شعبان الحدودية وأخذوا منها أشخاصا بالقوة واقتادوهم إلى جهة غير معلومة أضفت المصادر المسلحون الحوثيون أخذوا من كل بيت شخصا بالقوة كرهاء وتقع منطقة شعبان جوار منطقة الأزهور التي يتمركز فيها الجيش الوطني منذ فتح جبهة رازح قبل حوالي عامين يتابع الموقع يذكر أن هذه المنطقة الحدودية ظلت محايدة في كل الحروب السابقة بسبب وعورتها وتقع هذه القرى في الحدود السعودية المباشرة وهي عبارة عن جبال شاهقة تطل على بعض المناطق السعودية في جيزان ويتمتع أصحابها بعلاقات جيدة مع سعودية منذ عشرات السنين وهم يحصلون على بعض الامتيازات التي تمكنهم من الدخول إلى منطقة جيزان دون الحاجة للحصول على فيزا حولت ميليشيات الحوثي محافظة ذمار إلى وكر يضم عشرات السجون السرية في الوقت الذي زجت بالألاف من أبنائها في محارق موت عبثية ويعنو الموقع الصحوانت ميليشيات الحوثي تحول ذمار إلى مجمع سجون ومقابر أفدت مصادر أن ذمار تضم ما يقارب من خمسة وستين معتقلا منها مباني حكومية وقلاع أثرية بالإضافة لمنازل سكنية تستخدم كسجون سرية أشر مصدر المحلي إلى أن تلك المعتقلات تعج بالألاف من المعتقلين والمختطفين غالبيتهم من أبناء المحافظة إضافة إلى مختطفين ومخفيين قسرا من مدن أخرى بما في ذلك سياسيون وعسكريون وصعفيون وناشطون حقوقيون وتشير التقارير إلى وجود أكثر من ثلاثة ألاف مختطف ومخفي قسرا في سجون ميليشيات الحوثي بمحافظة ذمار فقط بينهم 1668 من أبناء ذمار ذاتها إلى جانب المعتقلات تقول المصادر الميليشيات استحدثت مقبرة رئيسية من أراضي جامعة ذمار ومقبرتين في الشارع العام المؤدي إلى تعز بجانب أكثر من عشرين مقبرة جديدة في الوشل وآنس وجبل الشرق والحدى تقول عندما يبكي الحاكم تحت هذا العنوان كتب باسل طبلوزي مقاله في صحيفة العرب الجديد وجاء فيه وددت لو كنت شاطرت رئيسة وزراء بريطانيا تريزا ميلي دموعها وهي تقرأ خطاب استقالتها على الملأ غير أن اختلاف موجبات البكاء بين ثقافتين عرقلت مجرى الدموع في محاجر عيني فلم أجد مسوغا للتضامن العاطفي معها لأنني أدرك أن معركة ميلي مع الحرية كانت خاسرة منذ البداية إذ يستحيل في تلك الجغرافيات الحضارية أن ينتصر حاكم على إرادة شعبه ولو ملأ البحار دموعا فمن يبكي هناك هم الحكام للشعوب والحال أنني تابعت سلسلة المعارك الشرسة التي خاضتها ميلي مع برلمان بلادها في محاولة منها لتمرير اتفاقية الانسحاب من الاتحاد الأوروبي بلا جدوى وكان الجميع يدرك حتمية استقالتها إذا أخفقت في مهمتها باستثناء الشعوب العربية طبعا التي توقفت الدموع في محاجرها منذ آخر دمعة ذرفها عبدالله الصغير وهو يغادر الأندلس طريضا فبكى مثل النساء ملكا لم يحافظ عليه مثل الرجال وقبل موجبات البكاء كانت موجبات الاستقالة بالنسبة إلى مي ففي أخلاق أولئك الحكام وثقافتهم على الحاكم أن يستقيل إذا أخفق بإقناع البرلمان بقرار مصيري يمس مستقبل الشعب والبلد ففي تلك البلاد تكون السلطة عبءا وقلقا وعرقا وخوفا وحسابا عسيرا وفي هذه البلاد تكون السلطة تمطيا ورفاهية وخدما وحشما وسياحة وأوامر هناك يكون الحاكم في خدمة الشعب وهنا يكون الشعب في خدمة الحاكم من أولئك المسلحين الذين أظهرتهم الكاميرا وهم يقومون بضرب مواطن داخل متجره الخاص ببيع الملابس في صنعاء يقول موقع المشاهد نت في عنوان بارز شهدته أمام المحكمة كادت أن تكلف تاجر الملابس حياته يقول الموقع أن السقاف واثنين من مرافقه المدججين بالأسلحة اقتحموا محل الملابس وتهجموا على صاحبه وضربوه كما تكشف كاميرات المراقبة في المحل لحظة اعتدائهم عليه أفاد شهود عيان للمشاهد أن صاحب محل الملابس طلب منه أو طلب منه أن يدلي بشهادته أمام القضاء حول قضية قتل حدثت في المنطقة نفسها قبل شهر بخصوص جنبية اشتراها السقاف من تاجر في المنطقة وأراد إرجاعها لكن البائع رفض وتم تبادل الأعيرة النارية ما نتج عنه سقوط قتيل منهم ولم يكن يعلم صاحب محل الملابس أن الإدلاء بشهادة للمحكمة سيعرضه للخطر حيث لم يرق للثقاف أقوال صاحب المحل أمام القضاء ما دفعه للاعتداء عليه وتهديده بالقتل في حل لم يتراجع عن شهادته التي أدل بها في المحكمة أحد سكان منطقة الحصبة قال أنه لا يجب السقوط على هذه الواقعة فإذا لم يحدد المجتمع اليمني بأكمله موقفا صارما يوقف عن جهية مسلحي جماعة الحوثي فإن الاعتداءات ستطال كل مواطن أثار هجوم على صناعة النفط السعودية في مايو الماضي الجدل بشأن قدرات الحوثيين الدقيقة في استهداف مناطق نفطية سعودية لكن الأمور ليست كذلك حيث ذكرت صحيفة وولستريت شورنال يوم الجمعة أن مسؤولنا أمريكيين خلصوا إلى أن الهجوم بطائرات مسيرة كان مصدره العراق وليس اليمن ويعلق موقع يمن مونتر من قصف مضخات النفط السعودية من قصف مضخات النفط السعودية الحوثيون أم ميليشيات عراقية يقول الموقع تلك العملية أثارت مخاوفة جديدة من أن حلفاء إيران في المنطقة يحاولون فتح جبهة جديدة في الصراع بين طهران وواشنطن والسعودية ودفع ذلك مسؤولين عراقيين لمطالبة واشنطن بمزيد من المعلومات التي تدعم هذا الزعم وبعثت الولايات المتحدة بمذكرة إلى رئيس الوزراء العراقي بالاستنتاج وحث وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو رئيس الوزراء خلال اتصال هاتفيا على اتخاذ خطوة لضمان عدم استخدام العراق كقاعدة انطلاق جديدة لمثل هذه الهجمات ونشر موقع رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي توجيهة أمنية في الثامن عشر من يونيو يبدو بعد السلام المذكرة الأمريكية تمنع أي قوة أجنبية بالعمل أو الحركة على الأرض العراقية دون إذن واتفاق وسيطرة من الحكومة العراقية ويضيف الموقع أن الاستنتاجات تقود إلى أن الحرس الثوري الإيراني هو من قام باستهداف السعودية اللعب بالنار في الخليج بعد دفعها إلى الزاوية إيران ترد تحت هذا العنوى نشرت مجلة الإيكونوميست مقالا جاء في أبرز فقرته للحظة بدأ وكأن أمريكا وإيران تتراجعان عن حافة الهاوية قبل شهر كان البلدان على وشك الاشتباك في صراع يبدو أن قادة إيران تخلص من صبرهم الاستراتيجي الذي تأسس على فكرة انتظار انتهاء فترة ولاية ترامب ضربات الصواريخ والطائرات الإيرانية من دون طيار التي أطلقها وضربت الصواريخ والطائرات الإيرانية من دون طيار التي أطلقها وكالاء الطهران في اليمن والعراق خطوط أنابيب ومطارات في المملكة العربية السعودية وهي أحد خصوم إيران وقواعد أمريكية في العراق كما تحاول الإدارة الأمريكية أيضا عرقلة جميع جهود إيران لتخصيب اليورانيوم حتى إلى المستويات المسبوح بها بموجب الصفقة وفي الوقت نفسه تعثرت جهود الاتحاد الأوروبي لإبقاء إيران في الصفقة من خلال إنشاء آلية تسمح للشركات الأوروبية بتجاوز العقوبات الأمريكية كانت أثير كل ذلك على إيران مدمرا فقد تقلص الناتج المحلية الإجمالية لإيراني وانخفض الإنتاج الصناعي بشكل حاد تقريبا مثل ما حدث في إنتاج النفط وتضاعفت أسعار المواد الغذائية ثلاثة أضعاف وتناقصت إمدادات الأدوية وقام المنافسون الشامتون في الخليج عن طيب خاطر بتغطية النقص الذي خلفته الصادرات الإيرانية المتضائلة من النفط ترغب إيران في إظهار أن تصرفات السيد ترامب لها تكاليف على الآخرين أيضا وقال المسؤولون في طهران مرارا إنه إذا لم يسمح لإيران بتصدير النفط فإن أي نفط لن يمر عبر الخليج وأدت الهجمات التي شنت على الشحن التجاري في مضيق هرمز الذي تمر عبره خمس إمدادات النفط العالمية إلى ارتفاع سعر الذهب الأسود وتأمين الشحن ما زال البنتاجون والحرس الثوري الإيراني يتحدثان وراء الكواليس وفي الحادي عشر من حزيران يونيو أطلقت إيران صراحة مواطن لبناني متهم بالتجسس والذي عاش في أمريكا معظم فترات حياته وأفسر البعض ذلك بأنه لفتة من قبل المتشددين الإيرانيين والتي تهدف إلى تخفيف التوترات وتحسين العلاقات بين البلدين تقول الأمم المتحدة ونقلت عنها صحيفة العرب الجديد أن أكثر من 7500 طفل قتلوا وأصيبوا خلال سنوات الصراع في اليمن والسبب غرات جوية وقصف وقتال وهجمات انتحارية وألغام وغيرها من الذخائر غير المتفجرة وفقا لتقرير الأمم المتحدة وجاء في تقرير الأمين العام للأمم المتحدة أنتونيو جوتيريش أن عمليات القتل والإصابات كانت بين قرابة 12 ألف انتهاك خطير بحق الأطفال خلال الفترة منذ أوائل إبريل 2013 وحتى أواخر العام 2018 يضيف التقرير أنه من المرجح أن تكون الإحصاءات أسوأ لأن مراقبة الوضع في اليمن أصبحت أكثر صعوبة الممثلة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالأطفال في الصراعات فرجينيا جانبا قالت إن معاناة الأطفال ازدادت سوءا في اليمن وأصبحت مروعة وأضافت أطفال اليمن لا علاقة لهم ببداية هذا الصراع ويجب أن يمنح الآن الفرصة لتجنبه ومساعدتهم على التعافي التهم في صحيفة التلغراف كتب كريستوفر هوب كبير المراسلين السياسيين عن مقترح بريطاني قدمه نايجل دودز نائب زعيم حزب الاتحاد الديمقراطي الإرلندي يطلب فيه من البرلمان تعويض ضحايا هجمات الجيش الجمهوري الإرلندي على أموال الزعيم القذافي التي تحتجزها الحكومة البريطانية والتي تقدر بـ 12 مليار جنيه استرليني أشار المقال إلى أن تقرير البرلمان البريطاني في الأسبوع الماضي كاشف عن أن وزارة الخزانة البريطانية أخذت ضرائب تقدر بـ 17 مليون جنيه استرليني خلال الثلاث السنوات الماضية على 12 مليار جنيه قيمة الأصول المالية التابعة للقذافي ذكر المقال الذي ترجمته شبكة البي بي سي أن النائب دودز الذي يزعم أن القذافي هو من مول الجيش الإرلندي في ثمانينيات القرن الماضي بالأسلحة والمتفجرات والتي أدت إلى مقتل الألاف كتب رسالة لرئيسة الوزراء البريطانية يقول فيها إن على رئيسة الوزراء في أيامها الأخيرة أن تصحح الخطأ الكبير لو انتظرنا حتى تجهد ليبيا تسوية سياسية فإن الكثير من ضحايا الحرب في إرلندا لن يحصلوا على شيء وسيكونون قد ماتوا ظلما ودون الحصول على تعويض ويخلص المقال إلى أن قضية ضحايا الحرب في إرلندا مطلب رئيسي حيث يرى النائب أن على الحكومة واجبا أخلاقيا تجاه الضحايا وأن كل ما تلقاه الضحايا من الحكومة هو مجرد كلمة دافئة تقول الطبيبة ماري ميشيل هول التي تعمل في منظمة أطباء بلا حدود في صنعاء يبدو الأمر في اليمن كما لو أنك أمام أسد طوال الوقت تفكر دائما فيما إذا كان من الأفضل لك أن تجري أو أن تبقى جامدا دائما ما يكون الإدرينالين متحفزا وقد تحدثت الطبيبة التي تعمل في اليمن إلى الصحفية لويزلول لودلو من لابريس الكندية وقد كتبت الصحفية مقالا عن انطباعات الطبيب العاملة في صنعاء وترجم المقال خصيصا لقناة بالقيس إنها بلد جميل شواطؤ وجبال وأحيانا مدن قديمة مزروعة في قلب الصحراء منذ آلاف السنين لكن ماري ميشيل هول طبيبة التمريض المتخصصة التي تعمل هناك منذ شهر يناير لا تستفيد من ذلك لأنه لا يوجد وقت لسياحة في اليمن الوقت مخصص لمكافحة الكوليرا والملاريا وداء الكلب والأطفال المرضى بين ذراع والديهم إنها أيضا بلد حيث لا يبكي الرجال أبدا تقول ماري ميشيل هول إن اليمن كانت قبل الحرب واقفة على قدميها نفتقر اليوم إلى كل شيء ومن المحتمل الموت هنا بسهولة بسبب ارتفاع ضغط الدم أو السكر أو حتى معدة غير معالجة في هذه الأيام نحن في ذروة الكوليرا وداء الكلب منتشر أيضا عندما نحصل على اللقاح في الوقت المحدد فإن المريض يتماثل للشفاء في إحدى الليالي التي نفد فيها اللقاح من وزارة الصحة وصل رجل وابنه عضهم كلب واحد بالنسبة للأب كان الأوان قد فات أعطيت الإبن جرعات من تلك التي نحتفظ بها للموظفين لأننا نفتقر إلى لقاحات للمرضى ذهب الأب لتوديع ابنه وقبله على الجبين كل ما فعلناه من أجله وأننا وفرنا له سريرا ليموت عليه بشيء من الكرامة في اليمن انهر كل شيء لم يتم دفع رواتب الموظفين الصحيين منذ عامين ومن المفترضية أن تكون المستشفيات مجانية لكنها لم تعد كذلك في أغلب الأحيان لا يملك الناس المال لذلك يتخذون قرارا بالموت في المنازل أو يأتون إلينا بعد فوات الأوان بسبب الطرق المغلقة أو الخطرة تبدو صنعات تقريبا مثل مدينة في أوروبا مدينة أوروبية يحمل فيها الناس السلاح بنسبة 85% في كل وقت نسمع طلقات نارية أو أصوات قصف الناس هنا يحبون الألعاب النارية لذلك عندما تسمع صوتا فإنك لا تعرف أبدا ما هو بالضبط خلاف كل ذلك فإنه ممنوع علينا التجول في الخارج بعد سنوات طويلة من القطيعة مع كوريا الشمالية وقبولها مؤخرا بالتخلي عن تطوير برنامجها النووي بدأت علاقاتها تتقدم بخطوات بطيئة وتعنون السي إن إن الأمريكية ترامب يدخل عشرين خطوة إلى كوريا الشمالية ويصافح كيم جونغون قال الموقع وصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى كوريا الجنوبية مباشرة بعد انقضاء قمة مجموعة العشرين في اليابان يفيد الموقع توجه ترامب إلى المنطقة المنزوعة السلاح التي تفصل بين الكوريتين الشمالية والجنوبية حيث تجول هناك قبل أن يخطو عشرين خطوة إلى الأمام داخل كوريا الشمالية ويلتقي بزعيم كوريا الشمالية ويصافح كيم جونغون داخل أرضه استطاع بيل إلغار أن يكسب آلاف الدولارات خلال الشهور الأخيرة من خلال أداء خدمة غير تقليدية وهي كما تقول صحيفة الشرق الأوسط قراءة رسائل يكتبها أشخاص قبل وفاتهم موجهة للحاضرين لجنازاتهم في استراليا تلك الخدمة التي قدمها سبع مرات منذ أن بدأ العام الماضي في حضور الجنازات وقراءة تلك الرسائل التي يتنوع مضمونها من الهجوم على بعض الحاضرين أو الاعتراف بأخطاء ارتكبها المتوفى وفي بعض الأحيان تحتوي على عبارات حب للزوج أو الزوجة ويروي إلغار بحسب صحيفة ديلم للبريطانية كيف بدأ بتقديم تلك الخدمة حيث وظفه أحد الأشخاص لديه باعتبار أن إلغار كان يعمل محققا خاصا وأعطاه مظروفا مغلقا ويطلب منه أن يحضر جنازته ويقرأ ما به عندما يقوم شخص معين وصفه بأفضل أصدقائه بتأبينه يقول إلغار أن المتوفى وجه الرسالة لزوجته وصديقه حيث قال أنه يحبها كثيرا ويعلم أن صديقه حاول أن يخونه معها ولكنها رفضت وتمسكت بحبه تابع أن نحو 88 شخص كانوا يحضرون الجنازة ولكن أكثرهم غادروها بعدما سمعوا تلك الرسالة الصادمة خوفا من أنهم ربما قد يكونوا ضحايا لرسالة أخرى للمتوفي قال إلغار أن المتوفين كشفوا في بعض الأحيان عن ارتكاب بعض الأخطاء والجرائم مثل السرقة ولكنه أكد أنه يحذر عملاءه بأنه سيبلغ الشرطة بأي مخلفات سيجدها في تلك الرسائل كيف يتوازن العرب في الإقليم تحت هذا العنوان كتب علاء الدين أبو زينم قاله في صحيفة الغد مضيفا يفترض نظريا أن يكون العرب هم الطرف الذي يصعب أن تنافسه الأطراف الأخرى في الإقليم فهم يشكلون من حيث الكتلة السكانية والامتداد الجغرافي وتنوع الموارد البشرية والطبيعية وعوامل الوحدة الثقافية واللغوية والعقائدية أكبر وحدة في الإقليم على الإطلاق وبفارق جيد لكنهم جعلوا أو جعلوا من أنفسهم لا فرق ذلك التفصيل الصغير والجسد الضعيف الذي يتطفل عليه الآخرون ويخوضون حروبهم فيه لا يجوز بعد ذلك أن يستمر العرب في لوم جيران الإقليم على تنمرهم عليهم ودوس حياضهم ولن تنفع في معالجة ذلك دعوات العاجزين أو الخطابات المتشنجة والعصبوية وبالتأكيد ليس جلب منافسين خارجيين أكثر لؤمن لتوفير الحماية بينما يتم في الحقيقة منحهم مساحات عربية مجانية يكرسون فيها هيمنتهم ويزيدون من إضعاف قدرة أصحاب البيت على المناورة والمنافسة ينبغي أن ينظر إلى سلوك بقية الأطراف في الإقليم واستقوائهم علينا من هذه الزاوية وبغض النظر عما إذا كانوا يلحقون بنا ضررا أو يتجاوزون سياجنا فإنهم يتصرفون بدافع رؤيتهم لمصالحهم وأفضل استخدام لأدواتهم ولا يتعاملون بالعواطف والإنسانيات إنهم إذا لمحوا ثغرة أو أرضا منخفضة ورأوا في أنفسهم الإمكانية للسطو عليها وتعظيم ممتلكاتهم ومواردهم بها فسوف يفعلون بلا تردد بل إن مقتل المنطقة العربية هي أنها محكومة تنهي نفسها بمنطق المنافسة الذي تمارسه الكيانات القطرية العربية ضد بعضها البعض لتصبح كلها أرضا واطئة يحتل التوتر بين إيران وأمريكا وبما يتجاوز مسألة القضية الفلسطينية ولو أنه يستخدم لتحييدها صدارة المشهد في الفترة الأخيرة ومن الجدير حقا تأمل تعامل رئيس القوة المهمنة في العالم الولايات المتحدة مع العرب من جهة ومنافسهم الجديد إيران من جهة أخرى في جولتنا المصورة لهذا اليوم صور متنوعة من صحيفة الديلي التليغراف بعضها ذات طابع سياسي وآخر من خيرة الطبيعة نتابع اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة مجموعة من رسوم الكاريكاتير نتابعها في جولتنا اليوم بهذه المجموعة من الصور والرسوم نكون قد وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم الكشك الصحافة نلقاكم غدا بإذن الله إلى اللقاء